استكمالا للعمل الأمني الذي قدمه رجال اللواء الثامن والعشرين التابع للفرقة السابعة قيادة عمليات الجزيرة في تحرير مناطق غربي الأنبار هاهم اليوم يستكملون جهودهم في تأمين قضاء راوى وعانى وبعض المساعات الجغرافية الصحراوية التي تقع ضمن قاطعي مسؤولية اللواء طبعا الحمد لله رب العالمين أنه بعد انتهاء عمليات تحرير مناطق غربي الأنبار لتمثل أبلواء الثمانة وعشرين قيادة فرقة المشاعة السابعة قيادة عمليات الجزيرة ها حاليا بعد عمليات تحرير وانهاء المدينة من دنس داعش ها حاليا أكثر توجهاتنا على القاطع الخدمي للمواطنين فالحمد لله المدينة مؤمنة مؤمنة كاملة مسيطرة عليها سيطرة ومحافظة عليها إمنيا فهذا أكثر توجهاتنا على لاحية الخدمية هناك مؤتمرات تعقد أسبوعيا ويهى مجلس المحلي لكل قضاء هناك مؤتمرات دورية تشمل أكثر الحديث عنها هي على الخدمات اللي داخل المدينة أيضا من الناجب الصحي الجانب الخدمي الكهرباء الماء نحن نوجه رسالة لكل من أهلنا بعانا اللي خارج القضاء اللي مثلا ببغداد اللي بيربي اللي بيستيمانية اللي بي تركيا ان يعودوا بأسرع وقت أنا الحمد لله والشكر هسا احنا صارنا سنة على تحرير القضاء وغسلة من دنس داعش رجعت الأمور طبيعية الماشاء الله الكهرباء جيدة جدا عندنا الماء الخدمات الأخرى احنا عندنا مؤتمرات دورية يعقدها في كل قضاء سيد آمر لواء وسيد آمر فوج ومع الحكومة المحلية لتدليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين وأكد آمر لواء الثامن والعشرين أن جهود الجيش لا تقتصر على حفظ الأمن وإنما نتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن في قضاء راوة وعانا وتدليل العقبات لاستكمال البنى التحتية للمناطق التي تضرت جراء الأعمال الإرهابية في فضل ضباط ومراتب لواء الثامن والعشرين في وجه الأول أعادت الحياة في مدينة راوة بعد تحريرها والحمد لله حانيا أكو العوائل قاعد ترجع باستمرار والحياة طبيعية مثل ما شاهدت وكانت عندنا جولة الميدانية في داخل القضاء هذا كله يعود بفضل منتسبين ضباطنا ومراتب والله العلاقة جيدة جدا بين القوات الأمنية وأفراد القضاء كل ذاتهم والحمد لله والشكر يعني متعاونين ويا الجيش ويا الشرطة من أول أسبوع التحرير المواطنين كانوا متعاونين جدا مع القوات الأمنية والفضل يعود لقياد قوات عمال الجزيرة والبادية ومن سيد القائد نزولا إلى آخر جندي متعاونين بشكل غير طبيعي مع القوات الأمنية فيما أشاد الأهالي بدور الجيش في تأمين مناطقهم ومسك الشريط الحدودي مع سوريا والذي انعكس إيجابا على أمن المدن ومنع الإرهاب من التسلل إلى داخل أراضي العراقية داعين ما تبقى من النازحين للعودة إلى قضاء من غرب الأنبار لإعلام وزارة الدفاع ترجمة نانسي قنقر